فقرة تانية مع الكابتن شاكر عبد الفتاح وأخيرا الفقرة تالتة مع الزميل العزيز محمد سعيد والأستاذ عماد المصري الصحفي بالأخبار هنتكلم معهم في كل شيء حضراتكم أكيد حابين تسمعوه وتعرفوا عنه إيه الجديد طيب أكيد طبعا ما فيش صوت ليعرفوا صوت بطولة أفريقيا تحت 23 سنة اللي بتقام حاليا في مصر مصر اللي يعني في أقل من 4-5 شهور نظامة بطولتين الأكبر في القرة اللي طبعا البطولة الأولى هي بطولة الأمم الأفريقية للكبار ودي بالشكل الجديد بتاعها بـ 24 منتخب أما البطولة اللي بتقام حاليا هي بتحت 23 سنة 8 منتخبات كل مجموعة أربع منتخبات أول وثاني وأول وثاني وبعديهم بيلعبوا قبل النهائي ونهائي واللي بيصعد الأول والثاني والثالث إلى الأولمبياد في توكيو 2020 طبعا مباراة منتخب مصر مبارح كلنا تابعناها وشفناها منتخب المصري بيفوز على منتخب مالي 1-0 ويعني أول خطوة في مشوار التأهل طبعا حفل الافتتاح أكيد كلنا تابعناه وشفناه وزي ما احنا عرفنا أن الاتحاد الأفريقي شكر الاتحاد المصري على المجهود اللي تم بذله احنا أكيد طبعا بنشكر كل القائمين على العمل لأنه هما زي ما عملوا حفل افتتاح يليق بافتتاح المطولة الأفريقية للكبار أكيد عملوا شيء مشرف جدا لكن على مستوى المنتخبات الأولمبية في أستاذ القائرة الأستاذ يعني أكيد طبعا نفتقد فقط إلى امتلاقه عن آخره بجمهور مصر اللي إن شاء الله هيبقى موجود أكيد في المباراة اللي جاية اللي هتكون أمام منتخب غانا هتكون يوم الاتنين مباراة دي إن شاء الله جماعة هي اللي هتؤكد صعود منتخب مصر إلى دور قبل النهائي في البطولة دور قبل النهائي يعني خلاص إن شاء الله على بعض خطوات قليلة جدا 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 من الصعود إلى الأولمبيات اللي أكيد حلمنا يمكن عندنا المنتخب المنتخب الأخير مع كابتن حسام البدري لم يصعد إلى الأولمبيات وخرج من الدور الأول في البطولة الأفريقية لكن إن شاء الله يعود هذا المنتخب مع كابتن شاوي غريب ومع الجهاز الفني ليكمل سلسلة أجيال مصر اللي بيكون موجودة في بطولات الأولمبية آخر منتخب وصل هو منتخب الكابتن هاني رمزي اللي كان موجود فيه تلاتة من نجوم أنادي الأهلي الكابتن محمد أبو تريكا والكابتن عماد متعب والكابتن أحمد فتحي أكيد طبعا كان محمد صلاح متقلق بشكل كبير جدا مع المنتخب لكن زي ما بيقوله حضراتكم عايزين نتكلم في الإيجابيات مش عايزين نتكلم في السلبيات السلبيات إن بعض الجمهور مش عاجبوا أداء منتخب مصر لكن ده أمر طبيعي جدا في أول مباراة للمنتخب في بطولة أفريقيا أكيد لازم يكون فيه بعض التذبط في المستوى لكن طبعا أداء منتخب مصر من مباراة المباراة أكيد هيتحسن وأكيد هيتكون فيه شكل وطعم للمنتخب المهم إن إحنا حققنا الفوز بهدف حتى لو هدف واحد طبعا لشيء لكن أمام منتخب قوي أمام منتخب عنيد الحمد لله كنا قفتين على كل مفاتيح اللعب اللي بينتخد أداء منتخب مصر هقوله إن أول مباراة دايما بيكون فيها بعض المشاكل لكن المباراة تلو الأخرى أكيد طبعا بتعرف أن أنت يعني تخرج بالشكل اللي أنت عايزه إصابة ناصر مار في أول المباراة ونزول عمار حمدي أعتقد إنها أضافت للمنتخب كان البعض يعني يعتقد إن خروج ناصر مار ونزول عمار حمدي ممكن يؤثر على المنتخب لكن عمار حمدي جاهز جدا جدا ولد من أفضل اللعيبة اللي موجودين فيه المنتخب الوطني وعنده مستقبل كبير جدا 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 قدنا شوفنا الدموع اللي طبعا كان بيبكي بيها ناصر مار بعد إصابته فيه يعني في منطقة الكتف وأنه هو خلاص مش هيلعب وبالتالي الدموع كان زعلان جدا هو مش هيكمل مع المنتخب المشوار مش هيكمل مع المنتخب أولى الخطوات إن شاء الله ناصر مار يعود سريعا إلى المنتخب ويشارك واحد من أهم اللعيبة اللي موجودة في المنتخب أكيد طبعا منتخب مصر هتقولي الفنيات هقولك الروح الروح هي اللي ممكن تغطئ الفنيات وهي اللي ممكن تفوز وتخلي أي منتخب يكسب أو أي فريق حتى يكسب زي ما احنا عارفين روح الناد الأهلي وروح الفنيلة الحمرة هي اللي بيكون مستمرة لحد آخر دقيقة أو آخر ثانية في المباراة قبل ما الحكم يصفر نفس القصة روح منتخب مصر روح الجماعة روح اللعيبة مع بعضهم لما بنشوف لاعب يخرج ويعيط علشان يرجع تاني مع فريق وأعتقد أن ده شيء مهم جدا وشيء بيعطي الدافع المهم جدا للعيبة المنتخب كمان اللقطة اللي كانت مهمة وبتبين قد أين اللعيبة عندهم روح قوية وروح وحدة وأن هم طبعا ما فيش بقى يعني كله بينكر ذاته مصطفى محمد المبارح بعد ما أحرز الهدف اللي حضراتكم شفتوه قلنا شفنا الحماس في الفرحة ما بين رمضان صبح ومصطفى محمد اللي أكيد عندهم الكثير والكثير من المستوى اللي هيقدموه إن شاء الله خلال اللقاء القادم أمام منتخب غانا كمان منتخب غانا ومنتخب الكاميرون شفنا أداء رائع جدا من المنتخبين منتخب الكاميرون تقدم عن طريق لثبتة حرة مباشرة كرة مديش أحلى من كده لكن منتخب غانا بيتعادل في آخر وقت من عمر المباراة ولهنا شفنا في الصورة اللي فاتت صنج المدافع الأسطوري للكاميرون واللي طبعا لم يوفق أبدا أمام منتخب مصر في بطولة 2008 في لقائين اللقاء في دور المجموعات واللقاء الافتتاح واللقاء النهائي اللي فاز بمنتخب مصر 1-0 عن طريق محمد أبو تريك زي ما بقول لحضراتكم إن شاء الله عندنا مباراة مهمة يوم لتنين إزاي نفكر نستعد لها إزاي نفكر ندعم منتخب مصر عايزين بقى نتابع خلاص يعني ما نتكلمش على أي أمور سلبية يعني نتكلم على كل الأمور الأجابية اللي موجودة في بطولة أفريقيا وعلى منتخب مصر كمان كان فيه اللقاءات بتتلعب النهاردة كان فيه لقائين كل يوم يكون فيه لقائين اللقاء الأول انتهى بفوز منتخب كوتيفور أمام منتخب ناجيريا 1-0 وبالتالي منتخب كوتيفور أكيد طبعا من المنتخبات أيضا المرشحة وفرصته نفس فرصة منتخب مصر فيه ثلاث نقاط مهمين جدا في أولى مواجهات ومنتخب ناجيريا لسه عنده مواجهتين أمام المنتخب الجنوب أفريقي وأمام المنتخب الزامبي بالمناسبة اللي اتنين بيلعبوا حالا